شركة مصر للتيران اليوم الأربعاء أول أفواج حجاج السياحة بالتسيري عشر رحلات جوية من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة لنقل 2338 حجا وأكد الطيار هشام النحاز رئيس شركة مصر للتيران للخطوط الجوية انتظام مواعيد الرحلات في السفر والوصول وفقا لجدوى لتشغيل رحلات الحج المخطط له هذا العام